نتاجت عن انفجار نجوم تانية كبيرة في الحجم لما النجوم الضخمة تنفجر واللي كتلتها بتتروح من 4 ل 8 أضعاف كتلة الشمس بتاعتنا بتسيب وراها نواة صغيرة كسفتها عالية جدا وساعتها الجاذبية بتولد ضغط جديد جدا على المادة الموجودة في نواة النجم ومع الوقت بتندمج أجزاؤه وينتج عن الاندماج ده جسيم جديد دون زري اسمه نيوترون النيوترونات المتولدة دي بقى كلها بتتجمع مع بعضها علشان تطلع لنا في الآخر جرم سماوي جديد اسمه النجم النيوتروني وحجم النجم النيوتروني بيكون صغير نسبيا مقارنة من النجوم التانية المنتشرة في الكون لكن كتلته بتكون مهولة أما عن قطر النجوم النيوترونية فبتكون في المتوسط حوالي 20 كيلو متر فقط في الوقت اللي قطر الشمس فيه مليون وتلتمية تنين وتسعين ألف كيلو متر وبالرغم من حجمه الصغير ده إلا أنه كتلته بتبلغ 1.4 من كتلة شمسنا وعلشان نعرف إزاي النجوم النيوترونية بتتكون هنحتاج نرجع شوية الورى بالزمن النجوم غالبا بتكون عبارة عن تجمعات هائلة من زرات الهايدروجين وجوه لب كل نجم من النجوم دي بتحصل مجموعة من التفاعلات الكيميائية بتندمج فيها زرات الهايدروجين دي وتتحول لهيليام وبينتج عن التفاعل ده طاقة التاقة دي بتحاول إنها تخرج وتنتشر بعيدا عن اللوب على هيئة إشعاعات لكن جاذبية اللوب بتحاول تشدها نحيطها مرة تانية واللي بدوره بيكون مجموعة تانية من الغازات داخل اللوب فيتحول الهايدروجين لهيليام ولما الهايدروجين اللي في النجم يفنى يبدأ يتحول الهيليوم لكربون ولما الهيليوم يفنى يبدأ يتحول الكربون لنيون ولما الكربون يفنى يبدأ يتحول النيون لأكسوجين وتستمر التفاعلات لحد ما توصل لمرحلة ما النجم يقدر فيها يكون عنصر الحديد لو كانت كسفته بالقدر الكافي وفي المرحلة دي التفاعل لا ينتج عنه طاقة واللي كانت في الأساس عاملة وازن واستقرار للنجم وبالتالي مع عدم موجود انتاج للطاقة بيحصل خلال في لب النجم ويبدأ عنصر الحديد يتكتل في مجموعات كبيرة داخل النجم وفي النهاية ينهار النجم على نفسه فيه انفجار ضخم معروف باسم السوبر نوفا وهنا بيتكون النجم النيوتروني نتيجة الانفجار الضخم ده ومع زوابان البروتونات مجابة الشحنة والالكترونات سريبة الشحنة مع بعض بتتكون النيوترونات واللي هي أجسام دون زرية ملهاش شحنة كهربائية ومن هنا اتسمى النجم بالنجم النيوتروني وده يخدنا لسؤال تاني امتى وازاي اكتشفنا النجوم النيوترونية بيرجع تاريخ اكتشاف النجوم النيوترونية لعام 1967 لما استقبل علماء الفلك في لندن وقتها إشارات ريديوية منتظمة جاية من الفضاء افتكروا وقتها أن الإشارات دي جاية من مخلوقات تانية عايشة في الفضاء لكن بعد فترة من دراسة الموجات والإشارات دي اكتشفوا إنها إشارات موجية من نجم نيوتروني وبالرغم من إن النجوم النيوترونية تم اكتشافها في الستينيات إلا أن التنبؤ بوجودها كان عبارة عن فرضية تم طرحها للمرة الأولى في ثلاثينيات القرن الماضي لكن هل يطرى النجوم النيوترونية دي نوع واحد ولا أكتر من نوع؟ النجوم النيوترونية لها أنواع كتير وبيعتبرها العلماء من أكتر الحاجات المدهشة في الكون المرئي بعد الثقوب السوداء وعدد أنواع النجوم النيوترونية اللي تم اكتشافها لحد الوقت تسع أنواع والكل واحد منهم طريقة عمل ودوران وحاجة بتميزه عن باقي الأنواع الثانية فعندك أول نوع منه من النجوم النيوترونية الريديوية بيتم تعرفها على أنها نجوم نيوترونية لها مغناطسية عالية بالإضافة لكونها سريعة الدوران والنوع ده من النجوم بيشاع من جواه إشعاع ضوء من الأشعة الكهرومغناطسية لكن ما بنقدرش نرسل الأشعة دي إلا إذا كانت منبعثة بشكل عمودي في اتجاه الأرض والنوع ده من النجوم له اسم تاني وهو الأقزام البيضاء أما بقى لو بصنا على النوع تاني زي مكرر أشعة جامة فهنلاقي أنه أحد أنواع النجوم النيوترونية اللي بتبعث أشعة سينية وأشعة جامة بصورة كبيرة لكن الإنبعاثات دي بتكون على فترات غير منتظمة وتم اكتشاف النوع ده من النجوم النيوترونية للمرة الأولى عام 1979 لما تم رصد إنبعاثات قوية لأشعة جامة بصورة أقل نشاطا من المعروف لكن بقى لو بصنا على النوع التالت من النجوم النيوترونية واللي هو النجم النابض للأشعة السينية فهنلاقي أن النوع ده من النجوم النيوترونية نوع بطيء نسبيا في الحركة وفترة دورانه بتستغرق بين ثانيتين واثناشر ثانية علما إن فيه نجوم النيوترونية سريعة جدا في الدوران لدرجة إنها بتقدر تدور حوالي 700 دورة في الثانية الواحدة بس وتم اكتشاف النجم النيوتروني النابض للأشعة السينية عام 2017 أما بقى النوع الرابع واللي هو النجوم النابضة المعاد تدورها فهي أحد أنواع النجوم النيوترونية وأحيانا بيطلق عليها النجوم النابضة بالملي سينية وبتعتبر النجوم دي نجوم نيوترونية قديمة سريعة الدوران تم إعادة تدورها من خلال تراكم المادة المتباقية من أثار السوبر نوفا اللي ذكرناها من شوية وأول نجم النيوتروني نابض معادة تدوير تم اكتشافه كان النجم النيوتروني المعروف باسم BSRB1937plus21 واللي سرعته كانت حوالي 1.55 ملي ثانية دلوقتي بقى بعد ما عرفنا النجوم النيوترونية يطرق اللي ممكن يحصل لو في نجمين منهم استضموا ببعض اندماج النجوم النيوترونية مع بعضها عن طريقة التصادم هو أحد أنواع التصادم النجمي والتصادم ده بينتج عنه نجم نيوتروني أكثر ضخامة أو ثقب أسود في بعض الحالات وده لو كانت النجوم المصطادمة دي كتلتها تسمح بتكوين ثقب أسود التصادم ده بقى بيحصل عن طريق التقاء نجمين نيوترونيين مع بعضهم في نفس الاتجاه وقتها النجمين بيفضلوا يدوروا حوالين بعضهم بسبب جاذبية كل واحد فيهم لحد ما الأقوى منهم في الجاذبية يسحى بالتاني ناحيته وهنا بيرتفع المجال المغناطيسي ليهم لدرجة أنه ممكن يكون أقوى من المجال المغناطيسي للأرض بتريليونات الأضعاف وأحجم النجوم النيوترونية متفاوتة بشكل كبير منها الضخم ومنها متوسط الحجم ومنها الصغير والنجم النيوتروني متوسط الحجم ده بيتميز بمجال مغناطيسي فائق وعلشان بس تتخيل مدى قوة مجاله خلينا نقرنه بالأرض والشمس التي تعتنا المجال المغناطيسي للأرض هو واحد جاوس والمجال المغناطيسي للشمس بيقدر ببضع مئات الجاوس أما بقى المجال المغناطيسي للنجم النيوتروني متوسط الحجم بيوصل لحوالي واحد تريليون جاوس ولو شايفين إن ده رقم مهول فخليني أقول لكم إن في بعض النجوم النيترونية واللي بتسمى بالنجوم النيترونية المغناطيسية حقلها المغناطيسي بيكون أقوى بحوالي ألف مرة من الحقل المغناطيسي للنجم النيتروني متوسط الحجم اللي تكلمنا عنه وبيوصل عمر الفئة دي من النجوم لحوالي عشر تلاف سنة واللي تعتبر مدة قصيرة جدا مقارنة بالتاريخ الكوني للنجوم بعدها تتلاشى قوة النجم ويبدأ في الانهيار ويموت في انفجار عملاء